السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن الأوراق المعتمدة داخل الدولة الأوكرانية ايه هي الأوراق اللي هي مستخدمة في دولة أوكرانية بالنسبة للمواطنين في عزين الاول نفرق بين حكتين مهمتين ألا وهو إذا العرب عندي خاربان خالص يا جنعان بصوا شباب خلينا نتكلم بالمصر كده وبالبلد عشان ألا وهو ولا ألا وهي ولا كلام ولا هي ولا هو بصوا حلوين دلوقتي أعمل أنت وهو دلوقتي فهي أوراق بتستخدم جهو الأراضي الأوكرانية بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للمقيمين الفرق بين المقيم وما بين المواطن اللي هما بيسموها الارددي وبالمواطن الارددي ابتدا اللي هما المقيمين نوع الإقامة نوعين نوع إقامة مؤقتة وإقامة دايمة والاسدذيذنشيبي المواطن دا لي حقوق واجبات وده لي حقوق and واجبات هما Billy نحن نعرفها او مش موضوعنا دلوقتي في الفيديو اللي هو المختصر ده. ولكن ايه هي الاوراق المستخدمة في اوكرانيا? عندنا اقامة مواقتة اقامة دايمة. والجنسية طبعا للمواطن بيستخدم بطاقته الشخصية اللي هي الاي دي كارت بتاعه. تمام? وطبعا رخصة القيادة. ده هم حوالي اربع اوراق قانونية بتستخدم في الدولة. بجانب طبعا فيستك سواء فيزا سياحية او فيزا اقامة مدة تزيد عن الثلاث شهور ولا تتخطى المية وتمانين يوم الستة شهور اللي هي الاقامة اللي هي الفيزا بالنوع دي. يبقى عندنا طبعا بالنسبة الفيز والاقامات معنواحة دايمة ومؤقتة. والمواطنة واستخدام البطاقة الشخصية بتاعته. وشكرا يا شباب.